ما له وما عليه وبيشتري أي سلعة أي أن كان خلينا دائما نحب أذكر الناس وحب أكلمهم وقول لهم اشتروا من أماكن معروفة وصمعتها ذاتها صمعة جيدة زي ما بنقول كده الناس الخبرات السابقة مع المستهلك بتكون كويسة والمستهلك نفسه بيبقى مبسوط من عملية الشراء من عندهم نتعامل في الالاين أو الشراء عن بعد نتعامل مع البلاتفورم المعروفة والمشهورة اللي داخل جمهورية مصر بلاش نتعامل مع خارج جمهورية مصر دايما بقول برضو لازم تبقى بتتعامل مع السلعة ما تنخدعش في أي إعلانات برقة من غير لازمة لازم يبقى البيانات كاملة على السلعة لازم السعر الشام المحتوطة على السلعة لازم تاخد فتورتك وتتأكد برضو من الضمان ضمان مين الضمان عبارة عن ايه كل دي مقاومات رئيسية لازم يتأكد منها المستهلك أو بنقول مجهود هو لازم يعمله عشان بعد كده لما يقع في أي مشكلة نقدر نساعده طيب فكرة الشراء أونلاين واعتقد فيه توجه كبير جدا من جانب المواطنين انهم ما بيشتروا أونلاين وخاصة ده برز أكتر فترة الكورونا طبعا ما كانش فيه حركة بيع وشراء على المستوى الطبيعي أو التقليدي دلوقتي حضراتكم برضو لغيتوا فكرة حد يسأل على حاجة سعرها كم يقولوله يعني حضراتكم برضو تدخلتوا في الحتة دي لأنه طبعا بتكون بعيدا عن أعين الرقابة بشكل كبير هل هي فعلت ولا لا خلينا أوضح لحقيقة أن الجهاز هيتدخل في أي حاجة طالما القانون بيسمح له القانون بيديني المقدرة على أننا تدخل وفيه تشريع أو فيه تنظيم فيها في القانون هتدخل فورا من الحاجات التي تدخلنا فيها لأننا لقنا برضو أن اتجاه العام كله للشراء أونلاين ويمكن فترة الكورونا كلنا أو مصر كلها بنسبة كبيرة اشترت أونلاين كان الموضوع الانبوكس قانون حماية المستهلك ليه فصل كامل للشراء عن بعض وبينظم العملاء دي فقلنا برضو لازم يبقى السعر شامل ولازم تبقى البيانات محطوطة على كل سلعة وده اللي احنا طالبنا به الناس الأول وعينا المستهلك وخليناه عرف حقوقه وقانون إيه ثم اجتمعنا بأكبر 13 شركة في هذا المجال وقلنا لهم القانون والتزمات وإيه وهم التزموا ثم بعد كده ادينا مهلة وابتدينا التنفيذ اللطيف الأمر أن احنا لما ابتدينا التنفيذ كانت بعض الصفحات فاكرة نفسها بعيد عن أيدي الجهاز وإن احنا مش هنالف نعمل معهم حاجة لا احنا دايما بنجد الطريق ان شاء الله وعارفين احنا بننفذ القانون إزاي احنا خدنا ببساطة جدا خدنا أرقام التليفونات اللي معلنة عنها في هذه الصفحات اللي بيتبيع عن طريقها ونزلناها النيابة بنيابة الشؤون المالية والتجارية بعد الاتفاق معاهم على أساس ان هم حيستعلموا عن هذا الرقم وصاحب هذا الرقم سوف ينزل هو متهم لمخالفة قانون حماية المستهلك وبالكده احنا ابتدينا وحتى الغاية الآن بنرصد وكل يوم والتاني بنرسل عدد من الناس المخالفة إلى النيابة المختصة لكن نقدر نقول أن أكثر من 90% في الشكل العام في انتظام ويبقى احنا كده قدرنا أن ننغير في السوق ونغير حتى في ثقافة المستهلك نفسه أن نعرف إيه هو حقه والسوق نفسه كمان انتظم على هذه المعلومات وانتظم وانصاع لقانون حماية المستهلك طيب دي فيما يتعلق بالشراء أونلاين بالنسبة لإعلانات اللي بتكون مضللة عبر وسائل الإعلام بشكل كبير خاصة تلفزيونية معظم الحياة بيكون قنوات بير سلم فعايزة عرف إزاي حضراتكم بتنساؤه مع الجهات الإعلامية اللي هي المنوطة بالرقابة أصلا على هذه القنوات التلفزيونية وهل هناك من حل لو عندي لقيت مثلا مستهلك غير مطابق أو مجهول الهوية احنا في جهاز حماية المستهلك فيه مرصد إعلاني بيرصد كل الإعلانات اللي بتنزل لحضراتكم دي اللي هي بتكون موجودة على التلفزيون موجودة على السوشيال ميديا موجودة على الجرائد بنتبهها وبنشوفها وبنتأكد منها بنخاطب الجهات المعنية فيها لو هي حاجة تخص الصحة لو هي حاجة تخص الغذاء بنخاطب الجهات المعنية بنتأكد لها تصريح ولا ملهاش بعد كده نتخذ الإجراءات القانونية طيب لكن في بعض الحاجات اللي احنا لو ثبت يا سيد أمت إن هي ملهاش تصريح ولا مثبتة حتى تابع وزارة الصحة وبلاي إعلاناتها متدولة بشكل كبير جدا إزاي بيكون التصارف هو ده بالضبط اللي كنت هتكلم فيه إن بعد كده بناخد التصريح أو بناخد رد وزارة الصحة أو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أي جهة احنا خطبناه وتأكدنا إن هذا المنتج هو منتج غير سليم وغير مصرح بيه بنتوجه بيه على طول بعد كده إلى النيابة المختصة وفي نفس الوقت احنا برضو بنخاطب المجلس الأعلى للإعلام بحيث إنه هو يستطيع لو استطاع الوقف البس لهذه القنوات ترجمة نانسي قنقر